وزارة الموارد المائية تواصل تفعيل بنود الاتفاقية الإطارية فيما يخص المياه مع تركيا لمواجهة التحديات التي خلفها ارتفاع درجات الحرارة والتبخر الحكومة العراقية أولت ملف المياه اهتماما كبيرا وزارة الموارد المائية أمام خطة زراعية شتوية تدفع باتجاه التواصل مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية سمرار إدامة الاتصال مع الجانب التركي بشأن عدم الإقلال من الإطلاقات الحالية بالعكس زيادتها وفعلا هم عندهم القدرة على هذا الموضوع لكن هذه التذبذب نتيجة عوامل عديدة منها حاجتهم لتوليد الطاقة وأيضا الأغراض الزراعية عاليا عندهم بعض المشاريع الزراعية التي يقومون بها وزارة الموارد المائية وضعت خطة بالتنسيق مع الجانب التركي لمواجهة نقص المياه تشمل إنشاء مشاريع مختلفة بضمنها سدود حصاد المياه إلى جانب تنفيذ مشاريع البنى التحتية الأروائية تضمن التواصل مع الجانب التركي للتفاقي أساسا تناول ثلاث محاور مهمة المحور الأول هو موضوع الإدارة المشتركة لحظة زيادة الفرات والمحور الثاني هو محور تبادل ومشاركة المعلومات والبيانات والمحور الثالث المهم جدا هو المشاريع الاستثمارية التي تضمن استخدام ممثل المياه وتضمن استدامة المياه دولة رئيس الدراء أعلن عن الحزمة الأولى من المشاريع ضمن الاتفاقية الإطارية للمياه البرنامج الحكومي أولى ملف المياه أهمية قصوى لإحداث نقلة نوعية في إدارة الموارد المائية فضلا عن استخدام تقنيات فعالة للري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية وتقديم الدعم المالي والتسهيلات المصرفية لها وتطوير صناعتها ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد اشتركوا في القناة